اشتركوا في القناة او تعبان انا بدعله من قلبي ولما كون بحب واحد قوي اعرف اللي انت بتحبه من قلبك ادعله من قلبك اوه يكون في نفسك حاجة وحشة لا الدنيا مش مستهلة والله 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 الدنيا ما مستهلة عنده ربنا حتى الجناح بعوضة فبالله عليكم عيشوا عيشوا لنفسكم عيشوا لأهليكم فكونوا حاجة كويسة انا عاوزكم تبقوا حاجة كويسة قوي كل واحد فيكم يدور على حاجة حلوة جواه يعملها ويبقى كبير بيها ان شاء الله فارب اكون قدرت اوفق لكم اي حاجة تكونوا بتحبوها ويا رب دايما من سعادة لسعادة ودايما في الخير لنا كلنا فانا دايما بحب اختم بحاجات حلوة عشان تبقى لنا لكن فيه من ضمن الحاجات اللي انا كنت بقابلها قالك لم ارى حمارا يفكر كالبشر خد دي ورميها وردارك او استفاد منه لم ارى حمارا يفكر كالبشر ولكني قابلت الكثير من البشر بيفكرهم كالحمير المقولة دي لما لما شفتها استغربت قوي انا فعلا عمر ما شفت حمار بيفكر زي البشر لكني انا ممكن اقابل بشر بيفكر زي الحمير علشان كده من معنى ايه اللي انت ما تعملش اي حد بليقوله ربنا خلقوا ادنين خد مندي وطلع مندي والله بجد طلنش تعيشتها متعيش لان فيه ناس كتير مش هتحبك لشخصك هي بتحبك لمصلحتك وكلمة مصلحة لو دخلت في اي عبارة بتبسد تخيل اي عبارة وعجب اني ما اقولها جميلة قوي كل حب ليه اوجاع الا حب الله لهو حلاوة شف 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 كل حب ليه اوجاعه الا حب ربنا شف شف حلاوة فبالله عليكم تمانوا الخير لبعض وعيشهم شو بقولك ايه لما الحكيم سألوه يا حكيم انت ليه ما بتنتقمش من الرجل اللي اسأك او فلان اللي اسأك قال لهم انا انا اعضي كلب عضني يعني كلام كلام بسيط ولذيذ فلا تعاتب الانسان اللي اسأل عليك بل عاتب نفسك لانك بتفكر فيه انا حبيت اختن بيكم ببعض الكلمات اللي الواحد لسه فاكرها والحمد لله لسه الزاكرة موجودة وبحب انا الكلام ده ودايما انا عمل حتى في اجاندوس فيه كلام اسم وكلام من القلب وعندك هنا في القناة vetani كلام من القلب فيا ريت كلنا يبقى عندنا ثقة في الله عز وجل وكلنا هننجح إن شاء الله كلنا يبقى عندنا حاجات حلوة فابحث عن اللي يجعلك ملك ابحث عن ربك ابحث عن حب يجعلك طاير في الدنيا ربنا يا ربي اتمعنا بحبيبنا وحبقنا في كل مكان بالخير والسعادة أنا بقدم كل الخير والسعادة لكل الناس اللي أنا بحبهم بحبكم في الله أنا عمر مكره تحد حتى اللي بشتمني حتى اللي ظلمني رغمنا أنت ظلمت كتير جدا على مدار حياتي بس أنا بحب الناس كلها والله يودع لهم بالهداية وربنا يهديكم ويهدينا ويجمعنا في الجنة إن شاء الله ونتقبل في رمضان بآيات القرآن ونتقبل برمضان بحاجات حلوة وسعادة اجعل ابتسامة صدقة واجعل ابتسامة سعادة لأن الدنيا مش مستهلة تحياتي أجل الأندلس شكرا لكم لصهرتكم معايا ما تنساش تعملوا اللايك وتعملوا الشير للفيديو ما تنساش بها تشتركونا وتفعلونا القرآن عشان نوصل لإشعارتنا لكم أول بأول أصبح على خير يا أحد الناس في الدنيا سلام اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك